إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الحب الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من صفات الملائكة عليهم الصلاة والسلام أنهم متصفون بالسرعة الفائقة التي لا تستطيع قول الناس أن تعرف نوعيتها وصفاتها وطريقتها الناس يعرفون في هذا الزمن السرعة الضوئية فهو ينطلق بسرعة مئة وستة وثمانين ألف ميل في الثانية الواحد هذا الذي أقصى ما يعرفون الناس في هذا الزمن لكن الملائكة أسرع مما يتصوره الإنسان قد تقول لمح البصر ربما كما قال سبحانه وتعالى أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني قبل أن ترمش العين هو يأتي بالخبر هذا حدث لسليمان في قصة إحضار عرش بالقيس قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وفعلا حدث هذا لم قبل أن يرمش سليمان إذا العرش بين يديه كذلك كانوا الصحابة يعني يستخربون هذا أحد الناس يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال في أمر ما ما ينتهي هذا السائل من سؤاله قبل أن يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا الملك حاضر ويقول كذا 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 وانتهى الموضوع فإذا الملائكة عليه الصلاة والسلام متصفون بالسرعة تعرج الملائكة في يوم كان مقداره خمسون ألف سنة خمسون ألف سنة يقطعونها في لحظة خلق عظيم إذن الملائكة الله تبارك تعالى أعطاهم السرعة الفائقة التي لا تخطر على قلب البشر كذلك نصفات الملائكة أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم علم وخصهم في هذا العلم قال سبحانه وتعالى قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلم الملائكة علم متجدد في كل لحظة نسمعنا خبر قال سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن فربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يأمر بالأمر في مملكته سواء في السماوات أو في الأعراضين يتكلم ويأمر جبريل وجبريل يشيع هذا الخبر وهذا الأمر في السماوات فهم كل يوم في علم جديد في خبر جديد أما الإنسان ربما يتميز على الملائكة بأنه عنده القدرة التعرف على الأشياء واكتشاف السنن الكونية أحيانا وهذا واقع من تاريخ البشر يعني نحن الآن في هذا الزمن قبل ثلاثمائة سنة أو متين سنة ما كان الناس يعرفون لا تلفزون ولا يعرفون فضائيات ولا يعرفون تلفونات الآن هذا أصبح واقع كيف اكتشفه؟ الله سبحانه عطى الإنسان قدرة أنه يكتشف اكتشفوا النفط فعرفوا ما فيه من مميزات فشاعه الله سبحانه وتعالى بين العالمين كذلك ولا يزال الإنسان يكتشف كل يوم شيء جديد وينبهرون الناس بعضهم من بعض فهذا الفرق بين الملائكة عليهم الصلاة والسلام وبين بني آدم كذلك الملائكة عليهم الصلاة والسلام يختصمون في الملأ الأعلى يختصمون في الدرجات وفي الكفارات وحديث طويل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى في المنام وسأله سؤال قال يا محمد هل تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال لا أعلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الرب تبارك وتعالى يده على كتفه طبعا هذا اليد صفة من صفات الله لا تشبه يد المخلوقات أبدا قال فعلمت ما في السماوات وما في الأرض ثم تكلم عن الدرجات والكفارات إلى آخرة يعني هذا دليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يعلم الإنسان علم لا يخطر على قلبه ممكن في لحظة الله سبحانه وتعالى يعطيه العلم الأول كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اختصام الملأ الأعلى فيما يتكلمون الملائكة في السماوات ليس لهم حديث إلا الحسنات والخيرات والبركات يتكلمون فيها وليس لهم هم إلا الناس يعني شغل الملائكة الشغل الشاقل كيف هؤلاء العباد يخرجهم الله سبحانه من الظلمات إلى النور وكيف ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة مع الأبرار يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق جهنم عياذا بالله من شرها قال الجبريل اذهب فانظر إليها قال والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها ثم لما خلق الجنة قال جبريل اذهب فانظر إليها قال لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفى جهنم بالشهوات وحفى الجنة بالمكاره ثم قال جبريل لما رأى قال والله يا رب خشيته ألا ينجو منها أحد عن النار وقال عن الجنة خشيته يا رب ألا يدخلها أحد فبالتالي الله سبحانه وتعالى يعني جعل الملائكة همهم الحسنات والخيرات وأشغلهم الله سبحانه وتعالى في شؤون ابن آدم ومر معنا في هذا كذلك الملائكة عليه الصلاة والسلام خلق منظم ليس كحال البشر يعني فوضى وكذا ويفعل الإنسان ما يشاء ويقول ما يشاء ويهب لما يشاء لا الملائكة النظام عندهم لا يتغير ولا يتبدل لهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف ويتراصون في الصف يعني صلاة الملائكة منظمون كحال المسلمين الآن إذا نظرت أيام الحج وأيام العمر وأيام رمضان وصلاة الترويح كيف الناس صفوف حول بيت الله منظر مهيب كذلك الملائكة أعظم من هذا الصفوف عند الله سبحانه وتعالى كذلك الملائكة عليه الصلاة والسلام لا يفتحون أبواب السماء إلا لمن أذن الله سبحانه وتعالى حتى جبريل حتى جبريل عليه الصلاة والسلام لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى الملكوت العلى كل سماء يطرق جبريل عليه الصلاة والسلام من الباب فيقول الملك ما أنت يقول أنا جبريل قال من معك؟ قال معي محمد عليه الصلاة والسلام قال بك أمرت ألا أفتح لحد غيرك فيفتحوا له الباب فيدخل جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام ثم هكذا في السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة فهم عندهم نظام وتستفيد أنت من هذا لا بد أن تكون منظم في حياتك في شؤونك سواء الأمور الدنيوية أو الأمور الدينية الفوضى يبتعد عنها الإنسان أيضا نختم بأن الملائكة معصومون من المعاصي والآثام وأجمع العلماء بأن الملائكة عصمهم الله سبحانه وتعالى إنما خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته وتوحيده هكذا ينبقي الإنسان أن يتخلق بالملائكة بأخلاقهم بعبادتهم بالحديث عن الخيرات والبركات بال يعني التقليد لهم في باب النظام والانتظام في شأن الإنسان الديني والدنيوي أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته